طيب يا جماعة الفيديو هذا الجزئية ذي من الفيديو صورتها بعد الفيديو اللي بتشوفوه بعد شوي وطول الفيديو بتلاحظوا اني لابس الاربود ليش ما ادري كنت اكلم واحد قبل ما اصور الفيديو ونسيته في اذني ليش انا اقل لعب ليس يا شيخ تشوفكم في فيديو يا اخوان شاهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية الفصل رقم 104 من بعد الالف من مانجا وان بيس وصل وكان كفيل بانه يحتضن ويلملم ما بعثرته الفصول الماضية من ارواحنا صحيح انه ما زال للحزن بقية على ما يبدو ولكن على الاقل يعني طلعنا بكلوجر او خاتمة حلوة مبدئية لبوني وكوم وكمان بردت قلوبانا شوية من الحيوان شوية يا البوكس هذاك يا شيخ شوفو انا كنت متوقع ومتأكد انه البوكس هذاك بيكون بوكس يبرد القلب صدق بس انه يكسر قرن وينتف يد ويرجم بساترن الين اخر الماب تسلم يدك اكوما تسلم يدك اكوما وتسلم يدك يا اودا عموما يا جماعة الفصل كان خفيف للامانة جدا عكس ما توقعت وعكس ما توقع الكثير كن متوقعين شي جسم كده بعد التوقف بس ما عليه اللقمة لو بس الفصل ما في الا اللقمة ذيك بالنسبة ليه كافي وما عندي مشكلة انتظر الحين للأسبوع القادم بعد ما شفت التصبير الحلو ذي اللي في فصل 114 عموما يا جماعة خلونا ناخذ لفة سريعة ونقاش خفيف للفصل 114 واللي كان بعنوان شكرا لك يا ابي علما انه الفصل اللي قبله كان بعنوان انا اسفة يا ابي بالامس نعتذر واليوم نشكر حتى في عناوين الفصول اودا جالس يوجع قلوبنا عموما ابلو لايك للفيديو لو اعجبك عزيزي القرصان واشترك في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيات وتعال تابعنا على المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش ولو حاب تحضر معنا البثوث اللي نتابعها في تويتش لانيميات او لمانغا ونبيس او غيرها انا تويتش وترى مرة قربنا من المائة الف تقدر تخوش على الرابط وتتابعني هناك ونخوش وننبسط مع بعض بشكل شبه يوم ان شاء الله غير كذا يلا بينا ننطلق للفصل 1104 طيب يا جماعة في بداية الفصل اودا وصف لكمة كوما بعبارة جدا جدا جميلة للامانة وترجمها المترجم بشكل جدا رهيب عبارة فعلا تحاكي كمية العذاب والقهر اللي مر فيه كوما او اللطيف كوما قبضة تحمل كل المشاعر او قبضة تحمل كل مشاعر كوما تعرفون يا عيال اللي صبرنا صبرنا وقالوا ما صبرنا شي هيا البوكس هذا اللي اعطاه كوما لساترن مشحون بكمية صبر ومشاعر مكبوتة يا لطيف عذاب ابوه قتل امه قتل ابوه استعباده تعذيب كوما نفسه وسجنه واختطاف محبوبة قلبه جيني ومن بعدها تهديده ببنته بوني غير اجراء التجارب اللي عليه غير كل المعاناة اللي مر فيها ونقض العهد اللي اتفق فيه هو ساترن وفيقابانك كل كمية العذاب والخذلان والهم والتعب اللي مر فيه كوما كانت فيه هذه القبضة اللي سددها الساترن يخرب بيت ابليسك يؤدى على بناء القبضة قبضة لكمة واحدة جلس ابني لها كم يا ساتر كل الغضب وكل الانين كان مشحون داخل هذه اللكمة يا جماعة اللي هشمت وجه الكلب ساترن والله يا حاجة حاجة تضحك يا جماعة لما تسمع عن شخص انه طاغية الملك الطاغية الملك الظالم كوما ويطلع بعدين العكس تماما افتكرت قصيدة قالها الامير عبد الحمام بن مساعد كان يقول فيها لها فيه على هذا الدمار ووهمه الان بتنا نرتضيه ونرتضيك لها فيه على الشر الذي بك كله الخير شرك اذ يقاس بشانقيك آه يا كوما ايش سو فيك يا كوما بالله متع ناظريك يا عزيزي الوجيه بالفريم هذا للمرة الاخيرة في فيديو اليوم شوف الفريم هذا شوف سلام داخلي والله سلام داخلي صح انه البوكس هذا ما انهى الليلة ولا قفل الموضوع بس والله يبرد القلبي عياني حرفيا لولا انه ساترن عنده قوة التجدد التلقائية هذه ولا صدقوني البوكس هذا كان خلاص قفل ملفه بعدين انا ما ادري الى اي مدى اتضحت لكم قوة الضربة اللي ضربها كوما لساترن بس ترى كوما لما ضربه ترى انقذف ساترن يا ود لمسافة مئات الامتار لورا وكسر مباقه حاس ام المدينة حاس ام اليقهد غير انه نتفل قرن ونتفل يد حاس ام حوس وخلاه ينزف والاصل الكلام يا جماعة اللي سوا كوما والله شي تاريخي ما سواه قبله الا لوفي غير كذا ثمانمائة سنة الكل ما يقدرون يقولون شي يا رجل اش كانوا يقولوا لقد لكما احد الجروسي احد افراد السلطة العليا تتعرف ايش يعني كوما ولوفي قدروا انهم يسددوا ضرباتهم لأقوى او لأقوى المراتب العليا في هذا العالم شي جريء مو حاجة تشوفها ببساطة في عالم وان بيس تسلم يدك كوما والله للمرة المليون تسلم يدك شيخ بعد كده يا جماعة عندنا نقطة مهمة جدا الا وهي زر تفعيل التفجير عن بعد او زر تفعيل التفجير او زر التفجير وهذا النقطة للامانة اثارت جدل كبير وخلقت حوار واسع في الفترة الماضية قبل ما يتم الكشف عنها ناس قالت انه زر تدمير ذاتي ناس قالت مثلي انه زر يعيد وعي كوما ناس قالت انه زر الله اعلم مش بيكون وظيفته اشياء كثيرة ولكن خلونا نتكلم في الواقع الحين اذا ما كان هذا الزر للتدمير الذاتي مثل ما اكتشفنا وهو زر لايقاف فقط وظائف كوما حرفيا يسوي شتداون يطف في كوما يطفيه يصير كذا طاف زي الروبوت كان اكفصلت عنه الكهرباء فاذا كان الزر هذا اللي ضغطه ساترن بالفعل مفروض يقف الكوما يطفيه ليش كوما ما زال يتحرك الى الان وايش يعرف فيغابانك عن عرق الباكنير في شي في معلومة تسبح في الارجاء عن عرق الباكنير ايش هي يعرفها فيغابانك عموما خلونا نرجع لاتفاقية فيغابانك وكوما وساترن عن السري خلاصتها تقول انه سوي تجارب على كوما ويصنع منه نسخ وسوي اللي تسوي فيه بالمقابل انت راح تعالج بوني وتتركها تعيش في امان الله وتنتهي هذا الاتفاقية بفقدان كوما لوعيه تماما ولاحظوا انه ساترن كان حريص جدا انه كوما يفقد وعيه لازم يفقد وعيه نهاية التجربة هذه ليش ما احد عارف للحين بالملي ولكن ولحرص ساترن اللئيم والكلب والحيوان والمنحط حرصا منه انه كوما مايرجع لوعيه طلب من فيغابانك انه يسوي له زر قال له الزر هذا يقعد في جيبي يقعد في مخباي بمجرد ماها تصير اي لف ودوران اي حاجة ما لها لزمة من كوما طق يضغط الزر يتفجر كوما فيغابانك قال فيما معنا يعني انا سويت اهم اجزاء الاتفاقية وحط زر تفجير تلقائي وخلي كوما سلاحي تمشي كده في اي لحظة يفجروا لا ما انا مسويه وسوى العكس قال يا ساترن اذا ضغطت الزر ما راح يتفجر كوما راح يطفي بس يطفي كده يصير ما منه فائدة هو ميت ميت كوما ولكن الان كوما مش ميت كوما الان مش روبوت ايش في كوما ايش هو الحين ما احد عارف خلاص الكلام فيغابانك بدل ما يسوي زر للتفجير عن بعد سوى زر للتعطيل بس يطفي كوما طيب السؤال الان يا وجيه وش اللي يحرك كوما طيب وش قاعد يحرك كوما وليش جاء وكيف جاء اسئلة كثيرة ولكن في بعض التفسيرات اللي ممكن نسولف فيها اول حاجة يا جماعة كون كوما الى الان يتحرك فهذا معناته انه تم تحريره تماما بوسطة ساترن ساترن كان بيضغط الزر عشان يفجره ولكنه ضغط زر تحرير كوما خلاص كوما الان ما يتلقى اي اوامر كوما الان مجرد كوما من الاسلاك والكياب التمشي بوعي بدون وعي الله واعلم ولكن الاهم انه كوما حر كوما حر الان ما حد يقدر تحكم فيه ما حد يقدر يعطيه اوامر وصلاحيات بحيات يتصرف على كيفهم فاللي صار الحين انه كوما ما حد صار فيه احد متسلط عليه وصار حر يعني ببساطة لا اوامر عليا ولا ريموت تفجير ذاتي ولا حتى اي قيود ثاني زمان كان مضطر كوما انه ينصع لهم علشان يعالج بوني وكان حارم نفسه انه يشوف بوني ويقابلها مع انه كان قادر فقط علشان مصلحة بوني علشان ما ايش يطلع من الاتفاقية ما ينقض الاتفاقية ولكن السؤال الان هل كوما قادر انه يستعيد وعيه ولا لا هل كوما جالس الان يقاتل بكامل وعيه ولا بما تبقى له من وعيه هل جالس يتحرك كوما من جديد لانه بدأ يستوعب الحياة من حوله ولا جالسة تحرك الغريزة او ما تبقى من وعيه اسئلة كثيرة ممكن نطرحها ولكن الاهم من هذا كله يا جماعة هو عبارة فيغابانك الغير مكتملة واقتبس من كلامه بالملي واقول او قال فيغابانك لا تفسير لسبب تحركك فجأة يا كوما ولا لمجيئك لهذه الجزيرة حيث توجد بوني ويكمل كلام فيغابانك ويقول اي عقل ان ما سمعته كان صحيحا ميزة عشيرة باكنير لا تكمن في قوتهم الجسدية بل في انهم كانوا وينقطع الكلام طبعا كالعادة يعني اودا اعطانا اكمل الفراغ التالي الي نفرجال ميزة عشيرة الباكنير هل يا جماعة لا تكمن في قوتهم الجسدية بل تكمن في انهم كانوا من الدي جايز جايز وكلنا نعرف قديش حكومة العالم تخاف من الدي وجالسين يبيدون اي احد يسأل عن الدي او يحاولون يبيدون اي شخص من الدي انا ما اعرف صراحة ولكن لما اجي احاول اكمل العبارة تبع فيغابانك ما يطلع معايا الا انهم كانوا من الدي ايش في شي خطر تخاف منه الحكومة ويبغي يبيدونه ويسووا عليه تجارب اويا كان الا انه من الدي او شخص يحمل ارادة الدي او على علم بايش هي امور الدي شي له علاقة بالدي كلنا نعرف انه الدي خلاصة الكلام مرة مسوي مشاكل في قصة وان بيس واي مسمى والقيروسي ما يحبوا يسمعوا طار الدي نهائيا يعني خلينا نقول انه ايش ميزة عشيرة الباكنير لا تكمن في قوتهم بل تكمن في انهم كانوا من شمنقى حبش كل ما ما نعرف ايش معناها ويش المميز في المعلومة هذي ايش اللي حلو انه اودا يطرح لنا سؤال ويجاوب عليه بسؤال ثاني تكون صراحة حاجة غريبة اوكي اودا يسوي حاجة زي كده بس احس انه لا مش في الظرف هذا لا فاعتقد الاجابة غالبا راح تصدمنا اذا طلعت حاجة لها علاقة بالدي او ممكن تكون معلومة واضحة ونقدر نستوعبها وننبهر فيها بطريقة ما فتكملت عبارة فييجا بانك لازم تكون حاجة يعني نعرف ايش معناها مش تجاوب لي على حاجة ونقول ايش قصده لا لازم نعرف ايش لازم كده حاجة واضحة عموما يا جماعة بالعودة الى كوما احنا الى الان ما نعرفوش ظروفه بالضبط هل رجع الوعيه بالكامل ولا لا هل هو تحرك فقط بغريزة وانقذ البنت اللي يحبها لانه كده غريزية راح ينقذها مثل ما قال فييجا بانك ربما يكون الحب ما نقدر نجزم ولكن الاكيد انه حاليا وفي دي اللحظة يعني من فصل ون بيس كوما خامل طفا احتضن بوني بعد ما ضرب ساترن احتضنها وكانت لحظة جميلة واحتضان يدفئ الاجساد ويدفئ القلوب لكن اللي بنوصل له انه حرفيا كوما الان انطفا يعني حتى لما ساتن رجع يهاجمه بوني كانت تقول ارجوك يا ابي تحرك ما عاد في شي تحرك خلاص طفا ولولا انه سانجي تدخل التدخل الرائع والسطوري هذاك كان كوما يعني ايش كان صار له بالمخلب ذاك يا ساتر وحاليا كوما من اللي شايله يا سلام عليك اطلس ومتجه فيه الى اين يا سلام الى معمل الابحاث معناته انه فيجابانك يحاس انه لا فيه شي غلط في التجربة اللي سويناها ممكن احنا قادرين انه نعيد كوما ممكن بواسطة المعلومة اللي يعرفها فيجابانك عن عرق الباكنير ممكن يقدر يعيد كوما لكن ايش هي حالة كوما بالضبط الحين زي ما قلت لهم قبل كذا ما رح نقدر نجزم ما رح نقدر نجزم فيه شي ميسنج فيه شي كذا ما نفهمه فيه شي ما احنا قادرين نستوعبه لنقص معلومات لقلة خبرة عن اودا يا جماعة يخلينا نضرب في بعض ونطلع الف اجابة ولا واحدة من الالف صح يطلع لك باجابة مختلفة كيف هو كذا اودا ولكن السؤال الاهم الان هو انه كوما بخير وحر ركزوا لي على كلمة حر معاد في احد يقدر يتحكم فيه معاد احد يقدر يعطيه اوامر وزر تدمير ذاتي معاد منه اي فائدة مصير كوما مهما كان سواء سيء او كويس هو مجهول ويظل مجهول وهو على الاقل بعيد عن رحمة التنينيين السماوية وحكومة العالم والقرسي وساتر ابن ستة وستين كلب وانه غدا بناظره لقريب طيب يا جماعة خلونا نتكلم عن كيزارو واللي فيقابانك قال عنه كلام مثير الاهتمام جدا في فصل اليوم وحط على كيزارو الكثير من علامات الاستفهام صراحة وخلونا يقتبس الحوار مثل ما هو علشان نفهم اكثر كيزارو يقول حتى كوما اتى يبدو ان الجميع هنا لننهي الامر سريعا ويرود عليه فيقابانك ويقول حالك يرثى لها يا كيزارو يبدو ان قلبك لم يعد قادرا على التحمل ويرد عليه كيزارو ويقول ويحي كان علي ارتداء نظارة شمسية داكنة اكثر ايش نفهم من ذا الكلام يا جماعة في شي في 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 ملامح معينة فيقابانك شافة على وجه كيزارو وكأنه فيقابانك لمح دمعة في عيون كيزارو او لمعة العين هذي اللي تكون لما الشخص يتأثر وتأثر كيزارو في هذا الوضع يا جماعة ترى مرة امر طبيعي جدا واذا في وصف يعني او تشبيه لوضع كيزارو حاليا فهو نفس وضع قارب في المارينفورد عيلته يتم اعدامها ومحاولة قتلها وهو جالس لا حول له ولا قوة كيزارو نفس الشي حاليا فيقابانك وسنتمارو بالنسبة له زي العيلة كبروا مع بعض وتربوا مع بعض اكلوا وشربوا بينهم يعني ذكريات كثيرة لكن كيزارو مقادر يحرك ساكن ومضطر يواجههم وممكن يقتلهم طب السؤال هل ما زال كيزارو عنده فرصة للانقلاب يب كل التلميحات هذه قاعد يلمح لنا فيها اودا مستحيل انه رميها عبث طيب هل كيزارو منتظر اللحظة المناسبة للانقلاب ومقادر ينقلب الحين طبيعي اكثر شخص عارف انه الوضع الحين غير مناسب للانقلاب هو كيزارو لانه عارف قوة ساترن وعارف انه في مئة سفينة محيطة بالجزيرة انقلب الحين ليش؟ علشان اكل تبن معاه؟ لا انتظر الفرصة المناسبة وانقلب ومش بالضرورة انقلب ممكن اساعدهم يهربون وخلاص اللي بقول لكم خلاصة الكلام كيزارو مازال شخصية غامضة جدا حرفيا هو عدالة عدالة مبهمة من تداري ايش يبغى بالضبط؟ هو معانا ضدنا خير شرير نص ونص ما حد يقدر يجزم ختاما يا جماعة انتهى الفصل بفريم اذا فيه عبارة ممكن تصفوا فهي الله يرحم امكم اللي فينا مكفينا يا جماعة يب اتكلم عن الباستر كول او نداء الدمار والحمد لله انو السلاح اللي عند ايمو سما اللي يحتاج ويتطلب المذر في الليم عشان يشغلوا اللي دمر فيه لولوشيا مقادرين يشغلوه يعني ناقصهم بنزين ناقصهم بطاريات لانو لو السلاح هذاك موجود ما كان شفنا ساترن في الايقهيد يعني كان ارسل الطائر اوين كان المخلوق اوين كان الجهاز هذاك اوين كانت المركبة لفوق الايقهيد ونسفوا ابو جدها زيها زي لولوشيا وخلاص لانو حرفيا كل متطلبات تدمير الدول اللي يحتاجها ايمو سما او تحتاجها ايمو سما موجودة حاليا في الايقهيد ومثل ما قال ساترن في نهاية الفصل خائن يبحث عن اسرار العالم يقصدون روبين ويقصدون فيقابانك وقرصان ايقظ الاله القديم ياب يقصدون فيها مين لوفي الجوي بوي نيكا وناجين يارث دماء العشيرة المنقرضة الا وهو كوم كل متطلبات الدولة اللي ممكن يدمرها ايمو سما موجودة في الايقهيد يعني لو السلاح موجود او قابل للتشغيل كان نشتغل من زمان وصدقوني صدقوني اقوى شي موجود عند الحكومة حاليا لتدمير الدول دفعة واحدة هو الباستر كول لو في شي غير الباستر كول كان سووه وخلصوا بس ما هم قادرين يشغلونه اللي هو ايش السلاح الغريب اللي دمر لوشيا يتطلب مدر فليم كيف ننتج مدر فليم فيقابانك ما في فيقابانك يجيب الكلب الثاني اللي معاه وبدال العشرة سفن في مئة سفينة باستر كول من مئة سفينة ايش بيسوي مو يمحي الجزيرة دي يمكن يمحي الجزيرة والسفن اللي جالسة تطلق الدمار شي مرعب شي مرعب عموما يا جماعة الوضع القادم بيكون فوضى الوضع القادم بيكون فوضى جدا عارمة يا عالم ايش التدخلات اللي بتصير ممكن نشوف تدخل من الجيش الثوري ممكن نشوف تدخل من طاقم تيتش ممكن نشوف تدخل من شخصيات مجهولة القادم بيكون شي يلحس المخلام حاله إلا لو صارت معجزة كده وأودا قفل الحدث وخلهم يشردوا بطريقة ما ويطلعهم من المع معدي بسهولة غير كده عندنا لوفي لوفي أكل وخلص بس محن دارين إيش وضعه وممكن يكون باقي عندنا قتال لوفي مع التبن ساتر مع أني ما أبغى ما أبغى لوفي يهزم ساتر إلا بعد ما كوما يشوفه ومشوف الجوي بوي يشوف نيكا وهو يحررك من الكلب اللي كان مستعبدك أنت وأسرتك ومستعبد زوجتك أو حبيبتك وبنته وإن شاء الله إن شاء الله أنه ما أحد يموت من أبطال القصة لأني قاعد أسمع وأشوف كده إيش تغريدات أنه فيه احتمال أشوف والله ترى مو بس إحنا كعرب حتى الأجانب يقولون احتمال أنه في أحد من الطاقم يموت إذا في أحد يموت في هذا الحدث بيكون ساتر إن شاء الله غير ساتر ما أنا بغى أحد يموت كفاية واحد يموت لا تقتل لي اثنين مارين فورد قتلت لنا اثنين لا تقتل لي اثنين هنا تكفر الله يرضى عليك وممكن ممكن يا جماعة أنه يموت أحد بس مش بالضرورة من طاقم لوفي ولا بالضرورة يكون ساتر ممكن يكون أحد أبطال القصة ممكن يكون فيقابانك مع أن يحس فيقابانك كمون تظهروا كذا وتموتوا على طول فارق واحد أحس إنها أخ مي حركات أود عارفين ممكن كوما يموت في مرحلة ما يعود لي وعي ويموت بعد ما يشوف كل الأشياء الجميلة اللي كان يحلم فيها ما عارف بس موضوع أنه أحد يموت من الطاقم حسها بدري مارا بدري حتى مو بدري ممكن مش ضرورية تصير أصلا طول قصة ونبيس لكن لو قلت لي إيش الشخصية اللي ممكن تموت في قصة ونبيس أنا عند كلام اللي قلته عشرين مرة بروك بروك ممكن هو الشخصية الوحيدة اللي تموت لأنه فعلا شخصية تحتاج كلوجر تحتاج نهاية عاش عمر طويل وفقط طاقمه ممكن بس كذا يشوف لابون في مرحلة ما وبعدها يموت بطريقة ما لأنه لو ما مات الحين كل الطاقم بيموت هو بيظل عايش عنده لعنة الحياة ما رح يقدر يموت فالأفضل أن يموت قبل ما يشهد موت الطاقم كله يصير شكله مرة تعيس وحزين بس والله جماعة هذا اللي عندي تقريبا الفصل خفيف لطيف جميل برد قلوبنا زي ما قلت لكم ومعطانا كل المشاعر اللي نحتاجها المشاعر الدافئة مشاعر الحب ما بين لقاء كوما وبوني ومشاعر تبريد القلب من البوكس اللي أعطاه لساترن أي نعم قليلة ولكنها تثلج الصدر للأمانة تثلج الصدر طلعتكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون صنع نهاية الفيديو أهي أبلو لايك للفيديو لو أعجبك اشترك في القناة لو ما كنتم مشترك فعل جرس التنبيات تعال تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي